شاركت سعادة الدكتورة جليلة بنت سيد جواد حسن وزيرة الصحة في أعمال الدورة التاسعة والستين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط والتي تنعقد بمقر المنظمة الإقليمي في القاهرة تحت شعار معا من أجل غد أكثر صحة واستدامة وقد أكدت سعادة وزيرة الصحة بأن مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال هذه الدورات تأتي في إطار الحرص على تدعيم الجهود والمساعي الإقليمية لبحث ومناقشة أهم القضايا الصحية واستعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية للأقليم وأشارت سعادتها إلى دور المساعي الإقليمية المشتركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا وتثريع وطيرة التغطية الصحية الشاملة وضمان الصحة للجميع وبالجميع وأوضحت الوزيرة بأن العمل متواصل لتنفيذ وتفعيل البرامج الصحية والوقائية التي تستهدف مجالات الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها من خلال تعزيز التكامل وتبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق الأهداف المنشودة وقد شارك وفد مملكة البحرين ضمن الاجتماعات التقنية التي بحثت العديد من الموضوعات الاستراتيجية